بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبو القاسم محمد وآله الطاهرين لا زال حديثنا في وقائع خطبة الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مجلس يزيد بن معاوية ووصل بنا الكلام إلى ذلك الخطيب الذي صعد المنبر وأسكته الإمام السجاد صلوات الله عليه وأشار الإمام زين العابدين إلى قضية لفت فيها أنظار الجلساء والجالسين حيث قال ويحك أيها الخطيب اسكت لقد اشتريت مرضات المخلوق بصخط الخالق هذه كلمة كبيرة لم يسمحها من قبل بن أمية أو الجالسين في مجالس بن أمية ما الذي فعله هذا الخطيب حتى قال له الإمام اشتريت مرضات المخلوق بصخط الخالق المخلوق من هو والخالق لماذا اشتري صخطه المخلوق هو يزيد الذي اشترى ضمائر الناس واشترى ضمائر علماء السوء أن يتكلموا بكلام يخالف الحقيقة كلام يحاول طمس تلك الحقيقة وهنا جاء دور الإمام السجاد في الدفاع عن تلك الحقيقة وهذا درس لنا عملي وهو أن الإنسان المؤمن إذا رأى أن الحق يحتاج إلى الناصر فعليه أن ينصر الإمام يعطينا درسا عمليا يقول لنا الإنسان المؤمن يجب أن يكون مبدئيا لا تأخذه في الله لوم تلائم أبدا مهما كان الموقف مهما كان الحدث مهما كانت الصعوبة تحيط بالإنسان يجب على الإنسان أن يكون ذا موقف أن يكون ذا موقف أن يكون الإنسان صاحب الحق والإمام أوقف خطيب البلاد وقال له أسكت ولا تكمل لأن كلامك فيه صخط لله تبارك وتعالى ثم التفت إلى يزيد بكل جرأة وبكل طمأنينة وبكل شجاعة وهو يتحدى ذلك الطاغية الظالم ويقول له يا يزيد لم يقل له يا أمير لم يقل له يا خليفة لم يقل له يا كذا بل قال له يا يزيد وهذه الجرأة من الإمام صلوات الله عليه قال أتأذن لي أن أرقى هذه الأعواد وأيضا هذا درس آخر وهو في غاية الأدب استأذن يزيد لا لأجل أن يزيد يستحق الاستئذان ولا لأجل أن يزيد رجل محترم حتى يستأذنوا في الكلام ولكن الإمام صلوات الله عليه أراد أن يظهر خلق أهل البيت عليه السلام أن يلفت الناس إلى الأدب لأن الآخرين يتصورون أن هؤلاء السبايا لا أدب لهم لا خلق لهم لا دين لهم هؤلاء سبايا من الخوارج والخوارج بطبيعتهم ليسوا من أهل الدين كما يتصورون ولكن هذا الغلام الذي يجهله القوم وإذا به يستأذنوا في صعود هذه الأعوات قال يا يزيد أتأذن لي أن أرقى هذه الأعوات وأقول كلاما لله فيه رضا وللجالسين أجر وثواب هنا نحتاج أن نقف على مفردات الإمام وكلام الإمام أولا لماذا عبر الإمام زين العابدين عليه السلام بالأعوات ولم يقل المنبر فهل هناك فرق بين المنبر والأعوات المنبر والمنابر هي التي يرقاها إلا الأولياء الصالحون أولياء الله المؤمنون الصالحون أهل الهداية أهل الدين أهل الموعظة أهل القرآن أهل الله الذين ينقلون الناس إلى الحق الذين ينقلون الناس إلى الخير الذين يأخذون بعيد الناس إلى الهدى هم الذين يرقون المنبر فإذا كان المنبر مخصصا للموعظة و للهداية مخصصا لمرضات الله و لكلام كلام المعصوم كلام الله كلام القرآن هنا يسمى منبرا إذا كان إذا كان قد ارتقاه فقط أهل الدين أما إذا كان يرتقيه الصالح و الطالح يرتقيه المؤمن و يرتقيه غير المؤمن يرتقيه من يتكلم بكلام الحق و يرتقيه من يتكلم بكلام الباطل فهذا يسمى أعوات و من هنا نستفهم بلاغة الإمام السجاد و كيف لا و هو وريث و سليل أمير البلاغ و هو علي بن أبي طالب صلوات الله و سلامه عليه و لذا تعبير الإمام كان دقيقا قال أتأذن لي أن أرقى هذه الأعوات و أقول كلاما لله فيه رضا و للجالسين أجر و ثواب و هنا موقف آخر و درس آخر يعطيه الإمام زين العابدين صلوات الله عليه و هو أن الكلام يجب أن يكون فيه مرضاة لله و يجب أن يكون فيه ماذا ثواب للسامعين ثواب للناس الذين يستمعون الكلام كل متكلم إذا أراد أن يتكلم و كل مستمع إلى متكلم يتكلم قد ورد في الروايات من استمع إلى متكلم فقد عبده من استمع إلى متكلم فقد عبده فإن كان المتكلم يعبد الله فقد عبد الله و إن كان المتكلم يعبد الشيطان فقد عبد الشيطان و بما أن الخطيب الذي تكلم بكلام الشيطان و كيف لا يكون وهو سب علي و من سب علي فقد سب الحق لأن النبي صلى الله عليه و آله يقول علي مع الحق و الحق مع علي علي مع القرآن و القرآن مع علي و هؤلاء يسبونه هنا الإمام صلى الله عليه قال أتكلم بكلام فيه لله رضا و للجالسين عجل و ثواب أي بمعنى أن المتكلم الذي تكلم قبلي ليس في كلامه رضا الله و ليس في كلامه ثواب للجالسين و أنا أريد أن أتكلم بهذا الكلام بهذا المحل بهذا العرض الذي عرضه الإمام السجاد أبا عليه يزيد و لم يسمح له لماذا لم يسمح له يزيد هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله إلى ذلك الوقت نلتقيكم إن شاء الله لا يومك يومك يا أبا عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين رحب بكم أيها الأخوة المشاهدون الكرام من جديد لا زال حديثنا في رحاب خطبة الإمام السجاد صلى الله عليه قلنا أن الإمام صلى الله عليه احترض على كلامي الخطيب و قال لي يزيد إئذن لي أن أرقى هذه الأعواد وأقول كلاما لله فيه رضا وللجالسين عجر و ثواب هنا يزيد أبا أن يصعد الإمام المنبر لماذا أبا يزيد الجالسون أثير انتباههم الإمام أثار قضية أن هذا المتكلم الذي يريد أن يتكلم يتكلم بكلام لله فيه رضا وللجالسين عجر و ثواب وهذا كلام الصالحين هذا كلام أهل الدين لأن الذين يتكلمون بالصلاح الذين يتكلمون بالكلام الذي فيه رضا لله هم أهل الدين بينما الصورة التي نقلت لهؤلاء أن هؤلاء خوارج فما علاقة هؤلاء بالدين كيف يتكلم الخارجي بكلام فيه لله رضا وللجالسين عجر و ثواب ولذلك التفتوا و انتبهوا إلى كلمات الإمام السجاد عليه السلام وهنا توجهوا إلى يزيد بعد أن أبى أن يأذن للإمام السجاد بأن يرتق المنبر فقال له لا أأذن لك هنا الجالسون قالوا له ائذن له ائذن له دعنا نستمع ماذا يقول اسمح له بأن يتكلم وهنا يزيد يعتذر و يقدم الدليل لاعتذاره و يقول لهم والله إن صعد هذا الغلام المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي و فضيحة آل أبي سفيان وهذه قضية خطرة جدا أشار إليها يزيد بلسانه وهذا ما أظهر الله فيه الحق على لسان أعداء أهل البيت إن صعد هذا الغلام المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي و فضيحة آل أبي سفيان لماذا يخشون الفضيحة لماذا يخشون الفضيحة ما هو الذنب الذي فعلوه حتى يخشون الفضيحة ما هو الخطب الجلل الذي جاء به الأمويون حتى يخشون الفضيحة أي فعل أي فعل شنيع فعلوه هؤلاء القوم حتى يخشون الفضيحة هنا التفت الناس بعد أكثر التفتوا إلى يزيد و قالوا يا يزيد لماذا تخشى الفضيحة لماذا تخشى من هذا الغلام إن صعد المنبر يفضحك و يفضح آل أبي سفيان و هنا جاء السؤال منهم و ما قدر ما يحسن هذا هذا شن قيمته ما قدر ما يحسن هذا يعني ما هو قيمته ما هي خلفيته من أين هذا حتى يفضح آل أبي سفيان هذا خارجي أنت تقول من الخوارج هذا ليس من أهل الدين هذا ليس من أهل العلم فلماذا تخشى الفضيحة يا يزيد هنا قال لهم يزيد معترفا و مقرا و صاغرا و كله يعني و ضاع يقول لهم والله إن صعد هذا الغلام المنبر لا ينزل إلا بفضيحة و فضيحة آل أبي سفيان لماذا و ما قدر ما يحسن هذا قال إنه من أهل بيت قد زق العلم زقا وهذه كما يقول الشاعر و مناقب شهد العدو بفضلها و الفضل ما شهدت به الأعداء هنا قالوا ما دام هذا من أهل بيت قد زق العلم زقا إذن لا بد أن يصعد المنبار لا بد أن يرتق المنبار كيف تقول لنا أنه خارجي كيف تدعي أنه من الخوارج و الآن تقول من أهل بيت قد زق العلم زقا و من هم هؤلاء الأهل البيت الذين زق العلم زقا و لماذا تخفي عنا هذه الحقيقة فألح على يزيد أن يرتق الإمام المنبر فأذن يزيد ولا مجال لأن يمنع الإمام بعد أن صار الضج في المجلس فصعد الإمام المنبر و نظر إلى الجالسين و هنا تأتي البلاغة و هنا يأتي دور البلاغة بلاغة أهل البيت عليهم السلام الذين هم أمراء البلاغة هناك اختلاف في نقل الرواية رواية يرويها الخوارزمي وتروى في البحار و خطبة الإمام السجاد رويت في مقاتل في مقتل الخوارزمي في مقاتل في بحار الأنوار رويت بيعني طريقتين طريقة كما يرويها الكعب في مقتله طريقة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قدم فيها موعظة قدم فيها موعظة و هنا يظهر الإمام بلاغته لماذا يقدم الإمام موعظة؟ لماذا قدم الإمام موعظة؟ في البلاغة البلاغة تعريفها هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال الإمام عليه السلام واجه قلوب قاسية هذه القلوب التي واجهها في مجلس يزيد قلوب قاسية قلوب قد أكلت الحرام قد تمتعت في أموال يزيد المحرمة في السحت فلذلك تسببت في قساوة والقساوة كما تقول الروايات إذا قست القلوب جفت الدموع و ما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب والقرآن الكريم عليه السلام يقول أو القرآن عفا يقول ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة إذن هناك قلوب قاسية سبب قساوتها ماذا؟ هو الحرام الأكل الحرام المال الحرام المعاشرة الذين يأكلون الحرام فاحتاج الإمام عليه السلام إلى موعظة يرقق فيها قلوب الجالسين هذه الموعظة سنعرضها إن شاء الله في الحلقة القادمة من هذا البرنامج والحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين اللهم صلى على